أعلنت قوات التحالف العربي عن مقتل ثلاثة خبراء متخصصين في تفخيخ الزوارق وإطلاقها بميناء الصليف كما كشف التحالف عن إحباط هجوم وشيك على نقلة النفط حيث دمر أربع زوارق مفخخة بميناء الصليف قيد التجهيز هذا وأعلن التحالف العربي في وقت سابق بدأ عملية استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية أو التأثير على أمن الطاقة وأفد التحالف بأن قواته تنفذ ضربات جوية لمصادر التهديد بصنعاء والحديدة وأكد وأن العملية العسكرية ستستمر حتى تحقيق أهدافها مشيرا إلى أنه مارس أعلى معايير درجات ضبط النفس لهجمات الميليشيات الحوثية على المنشآت النفطية وأضف التحالف أن هدف العملية حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمان سلاسل الإمداد مؤكدا أن على ميليشيات الحوثي تحمل نتائج السلوك العدائية